في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتفقيفي وغرز قيم القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة ألقى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الصديق بنويبع بجنوب سيناء وأكد خلالها على منزلة سيناء المباركة كما أكد وزير الأوقاف على عدم التفريط في ظرة رمل واحدة من أرض سيناء لأحد على الإطلاق ومن يظن أنه يمكن أن ينال منها موضع قدم فهو واهم وشدد على السلام العادل المنصف سلام الأقوياء الشجعان السلام الذي له درع وسيف وقوة تحميه وله جيش أبي عظيم جيش رشيد يحمي ولا يبغي وبشأن القضية الفلسطينية أكد وزير الأوقاف أن علماء الأمة وفي مقدمتهم علماء فلسطين يرفضون التهجير ويعدون الموت في سبيل التمسك بالأرض شهادة وأن ما يحدث للفلسطينيين لا يقبله الضمير الإنساني لأي من البشر أو الكائنات الحية